أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن شركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية و او ام في الاسترالية حققت اكتشافا نفطيا جديدا في حوض مرزق الرسوبي حوالي الف كيلو متر جنوب طرابلس و قالت المؤسسة ان المجموعة المذكورة حققت هذا الاكتشاف خلال حفر احد الابار الاستكشافية بحوض مرزق على بعد حوالي 35 كيلو مترا شرقا من التسهيلات السطحية لحقل الشرارة و اوضحت المؤسسة ان معدل الانتاج في البئر يبلغ حوالي 513 برميلا يوميا و ذلك على عمق اكثر من 4500 قدم